السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار المادة لغتي موضوع الدرس حرف الباع المكون رقم 6 والمكون السابع دائما في جميع أمورنا نبسمل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا كما نشاهد غلاف كتابنا لمادة لغتي كتبت اسم المادة على غلاف الكتاب لون كتابنا يا أصدقاء الوردي الغامق وهنا رقم 1 الصف الأول الابتدائي نشاهد في الغلاف سورة سورة 8 أسرة فواز ونورة أحسنتم هنا لدينا دليل الأسرة فيهرس تضمين أنشطة خاصة بإشراك الأسرة في كتاب لغتي نجد هنا رقم الوحدة في الفصلة الدراسي الأول الوحدة الأولى والثانية فقط ثم نجد عنوان الوحدة وأيضا الأنشطة وهذه عنوينها وأرقام الصفحات هنا في خانة رقم الصفحة أما هنا فنجد الفهرس نحن في الوحدة الأولى وحدة أسرتي سنجد دروس الوحدة الدرس الثاني حرف با وتبدأ صفحات هذا الدرس من الصفحة رقم 22 هنا نجد غلاف الوحدة كم رقم وحدتنا؟ ممتاز رقم واحد نحن في الوحدة الأولى عنوان الوحدة أحسنتم عنوانها أسرتي ما هو لون وحدتنا؟ أحسنتم رائعين الأخضر الفاتح وهنا نجد ألوان الوحدات القادمة إن شاء الله هذه الحروف التي سنتعلمها في وحدتنا الأولى تعرفنا على هذا الحرف في الدروس الماضية حرف ماذا؟ حرف ميم أحسنتم وأيضا هذا الحرف الذي تعرفنا عليه حرف البا أحسنتم يا رائعين نجد أيضا هذه الصورة التي تجمع أسرة فواز ونورة موجودة في غلاف الكتاب وأيضا في غلاف الوحدة في النهاية نهاية هذا الغلاف نجد أسرة عفوا نجد رسالة موجهة إلى الأسرة العزيزة في كل وحدة يوجد لها دليل وكل دليل فيه الكفايات المستهدفة إذن اليوم إن شاء الله سيضمن درسنا سيتضمن الاستماع وأيضا القراءة وشيء من الكتابة إن شاء الله أصدقائي علينا الآن أن نلتزم بالقوانين الصفية هيا بنا نجلس في مكان هادئ ونجلس جلسة صحيحة وصحية ونستمع جيدا إلى شرح المعلمة لا ننسى أن نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص مستعدون يا رائعين؟ ممتاز في درسنا الماضي تعرفنا على حرف جديد ما هو الحرف؟ حرف البا أحسنتم يا أصدقاء قبل حرف البا تعرفنا على حرف ما هو هذا الحرف؟ حرف الميم ممتاز وبعد ذلك تعرفنا على حرف البا ماذا تعرفنا على حرف البا؟ ما هي الأشياء التي تعرفنا عليها خاصة بحرفنا؟ أحسنتم يا أصدقاء تعرفنا على الكلمات التي فيها حرف البا تعرفنا على مواضع من الكلمة ممتاز وماذا أيضا؟ أحسنتم تعرفنا على صوته القصير وصوته الطويل ممتاز ما هي أصوات حرف البا القصيرة؟ با بو بي رائعين وأصواته الطويلة با بو بي رائع يا أصدقاء اليوم سنكمل ما تعرفنا عليه وخاص درس اليوم بحرف البا سنستكمل إن شاء الله كل ما تعرفنا عليه في حرف البا ولكن اليوم سنكتشف مهارة جديدة سوف نكتب الحرف إن شاء الله إذن اليوم سنتعرف نلاحظ الحرف ونكتبه إذن سنلاحظ حرف البا كيف نبدأ في كتابته من أين نبدأ؟ وكيف ننتهي؟ وكيف أيضا سنرسم أو سنكتب نقطة حرف البا ثم نحاكي ياسيرا في استخدامه الضمير أنا إذن ياسير سيتحدث عن نفسه ويقول أنا كما أنا عندما عرفتكم بي إذن سنحاكي إن شاء الله في هذا الدرس نفتح الآن الكتاب يا رائعين على الصفحة رقم 26 نبحث عن هذه الصفحة نبحث عن هذا الرقم ممتاز إذن يا أصدقاء نحن في الدرس الثاني لازلنا في حرفنا الجميل الحرف الثاني الذي تعرفنا عليه وهو حرف حرف البا ممتاز ننظر إلى شكله هنا شكله هنا أين موقع في الكلمة؟ تتوقعون في بداية الكلمة أحسنتم وهنا في وسط الكلمة رائع وهنا في نهاية الكلمة متصل وهنا ممتاز ممتاز إذن لدينا الآن المكون رقم 6 ألاحظ الحرف وأكتبه أصدقاء بأعلى الصفحة نجد هذا هذا الشكل والذي يوضح لنا كيف نكتب حرف البا انظروا يا رائعين يوجد هنا خط وتقطع ما هو لونه؟ أزرق ممتاز حرف البا بأي لون؟ باللون الأسود ممتاز لاحظوا أيضا أن هنا يوجد أسهم إذن هذه الأسهم سوف توضح لنا طريقة كتابة حرف البا بطريقة صحيحة إذن سنبدأ من الأعلى باتجاه الأسفل بشكل مقوس ثم من اليمين باتجاه اليسار بشكل مستقيم أحسنتم وسنكتب الحرف على السطر انظروا إليه إنه يكتب على السطر في جميع أشكاله مختلف أليس كذلك عن حرف الميم؟ كان حرف الميم ينزل عن السطر ننظر إلى حرف البا أوضح لكم الآن اتجاه هذه الأسهم انظروا إلى السهم يبدأ من الأعلى باتجاه الأسفل السهم الأحمر سأوضح لكم الآن كيف نبدأ بكتابة حرف البا بهذه الطريقة ثم بشكل مستقيم على السطر هذه نقطة البا لا ننساها هنا في بداية الكلمة انظروا إلى شكله في وسط الكلمة إذن سنكتب بهذه الطريقة ثم نضع سن حرف البا ثم بهذه الطريقة وباستقامة على السطر وهذه نقطة حرف البا وبعد ذلك حرف البا متصل ولكنه في نهاية الكلمة ننظر إلى شكل حرف البا في نهاية الكلمة كيف أنه مغلق مختلف عن شكله هنا وشكله هنا هنا مغلق إذن سنرى شكله الآن في وسط الكلمة شكل مقوس ثم نرتفع للأعلى لرسم حرف البا السن ثم ننزل وبشكل مقوس مستقيم قليلا ونرتفع إلى الأعلى لنكمل رسم وكتابة حرف البا والنقطة أما أما شكله عندما يكون منفصلا في نهاية الكلمة ولكنه منفصل ننظر كيف أننا سنكتبه بشكل مقوس ثم بشكل مستقيم ثم نرتفع إلى الأعلى بهذا الشكل ثم نقطة حرف البا لاحظنا يا أصدقاء لاحظنا الاختلاف كيف نكتب حرف البا في بداية الكلمة وإذا كان في وسط الكلمة وأيضا إذا كان في نهاية الكلمة متصل بالحرف الذي قبله وإذا كان في نهاية الكلمة منفصل انظروا إلى شكله في كل مرة مختلف ولكن علينا أولا أن نتذكر طريقة الإمساك بالقلم كيف يا رائعين ممتاز هيا بنا الآن نمسك بالقلم بطريقة صحيحة السبابة والإبهام بهذه الطريقة ممتاز نمسك القلم في نهايته تكون نهاية القلم مستندة على هذه الثلاثة الأصابع وراحة اليد على الكتاب ممتاز هكذا سنمسك بالقلم هيا بنا الآن نمسك بالقلم ممتاز رائع نمسك به بطريقة صحيحة رائع هذه هي الخطوة الأولى إذا أخطأنا في الكتابة ماذا علينا أن نفعل ممتاز نستخدم الممحة الموجودة بأعلى قلم الرصاص أو إذا كان لدينا ممحة ممحة مستقلة سنستخدمها نمح الخطأ ونكتب علينا يا أصدقاء أن نكتب على السطر اتفقنا أن تكون كتابتنا على السطر انظروا هنا إلى الخط الأزرق هذا هو الخط الذي نكتب عليه سواء كان في الكتاب أو في الدفتر الأسهم الحمراء هذه الأسهم الحمراء هي التي توجهنا هي التي تقول لنا كيف نبدأ ومتى ننحني ومتى يكون الخط مستقيما ومتى نكمل حتى ينتهي الحرف واضح يا أصدقاء ممتاز الآن في هذه الصفحة سنكتب حرف الب لازلنا يا أصدقاء في الصفحة رقم 26 كما وضحت لكم قبل قليل اتجاهات الأسهم بهذه الطريقة الآن يوجد لدينا في هذا الجدول مرسوم أو مكتوب على أي حرف الب مكتوب على أي من هذه الأسطر السطر الأحمر إذن في كل مرة سنكتب على السطر الأحمر ممتاز نكتب على السطر ننظر هنا يوجد سطر أحمر وهنا لا يوجد إذن في كل مرة سنعتمد على أنفسنا بطريقة أكبر هنا نكتب على السطر الأحمر وهنا بلا سطر أحمر وهنا بلا حرف الحرف المضلل الذي سنعيد الكتاب عليه بتمرير القلام هنا وهنا ليس موجود هنا إذن سنعتمد على أنفسنا هنا بكتابة الحرف من أين سنبدأ؟ سنبدأ حسنتم من اليمين باتجاه اليسار ثم من الأعلى باتجاه الأسفل الآن يا أصدقاء نفتح الكتاب على هذه الصفحة صفحة رقم 26 حتى نبدأ بكتابة حرف الب بحسب موضعه في داخل الكلمة وأيضا كما شرحت لكم قبل قليل باتجاه الأسهم الأسهم الحمراء باتجاهها نتبع الطريقة لكتابة حرف الب بطريقة صحيحة ننظر الآن إلى اتجاه السهم من الأعلى بشكل مقوس إلى الأسفل ومن اليمين إلى اليسار بشكل مستقيم إذن هنا سنبدأ يا أصدقاء ونكتب على الخط الأحمر ننظر إلى هذا الحرف حرف الب كتب سنمرر القلم الرصاص عليه في المرة التالية لا يوجد هنا خط أحمر سنعتمد على أنفسنا ونكتب الحرف بدون وجود السطر في المرة التي تليها سنكتب حرف الب بمفردنا الانظر لا يوجد حرف الب مضلل هنا سنعتمد على أنفسنا في الكتابة على الخط الأحمر حتى يا أصدقاء ننتهي فيتبقى لدينا ثلاثة سطور سنأخذها واجب منزلي سنبدأ الآن هنا وبعد أن ننتهي ننتقل إلى القائمة العمودية التي تليها بشكل حرف الب المختلف ثم الذي يلي فالذي يلي نبدأ الآن هنا نمسك بقلم الرصاص بطريقة صحيحة أريد أن أذكركم يا رائعين بطريقة الإمساك بقلم الرصاص بين الإبهام والسبابة نمسك بهذه الطريقة تكون نهاية قلم الرصاص بين الإسباعين والثلاثة الأصابع هنا تسند نسند عليها القلم وراحة اليد على صفحة الكتاب علينا الآن أولا أن نمسك بالقلم ممتاز لنبدأ الآن الكتابة هيا أنا وأنتم الآن يا أصدقاء نكتب معا سنبدأ أولا بالعمود الأول سنكتب حرف البا من الأعلى إلى الأسفل مقوسا قليلا ثم بخط مستقيم على السطر الأحمر ثم نكتب نقطة حرف البا ممتاز إذا انتهينا ننتقل إلى الأسفل انظروا لا يوجد سطر أحمر سوف نعتمد على أنفسنا بكتابة حرف البا بشكل مقوس ثم مستقيم من اليمين إلى اليسار ونكتب نقطة حرف البا رائع الآن في السطر الذي يليه بالأسفل موجود السطر الأحمر ولكن حرف البا ليس مكتوب سنعتمد على أنفسنا في الكتابة إذن بشكل مستقيم حرف البا عفوا مقوس قليلا ثم مستقيم على السطر ولا ننسى النقطة إذا كان لدينا أخطاء ماذا سنفعل؟ أحسنتم سوف نستخدم الممحة ثم الكتابة من جديد ننزل بالأسفل ونكتب مرة أخرى بأعلى السطر الأحمر نرتفع قليلا من الأعلى إلى الأسفل بطريقة مقوسة ثم بطريقة مستقيمة من اليمين إلى اليسار ثم النقطة ثم ننتقل إلى السطر الذي يليه رائع عندما ننتهي أريد أن أذكركم يا أصدقاء برسمه بالطريقة الثانية عندما يكون في وسط الكلمة سنبدأ بهذه الطريقة من اليمين إلى اليسار بشكل مقوس ثم نرتفع قليلا لرسم سن الباء وننزل بشكل مقوس مستقيم على السطر والنقطة والنقطة سنكتب الآن على السطر على السطر الأحمر نكتب حرف الباء السطر الذي يليه بالأسفل بشكل مقوس قليلاً ثم نرتفع للأعلى ثم ننزل بشكل مقوس قليلاً ثم مستقيم ثم نضع النقطة ونكرر ذلك في الأسفل على السطر الأحمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك ننتقل يا أصدقاء إلى شكله عندما يكون في نهاية الكلمة متصل ننظر إلى شكل مقوس ثم يرتفع لرسم السن الباء ثم بشكل مقوس مستقيم ثم نغلق الحرف ونكتب النقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد أن ننتهي يا رائعين سننتقل إلى شكله عندما يكون منفصلاً ننظر إلى طريقة كتابته مقوساً قليلاً حتى ننزل إلى الأسفل على السطر ثم مستقيم ثم نرتفع إلى الأعلى بشكل مقوس والنقطة ترجمة نانسي قنقر 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 انتهينا يا أصدقاء ممتاز يتبقى لدينا ثلاثة أسطر نأخذها واجب منزلي ونكملها إن شاء الله بعد انتهاء الدروس وانتهينا رائع ننتقل الآن إلى المكون الذي يليه إذن المكون السابع أحاكي ياسرا في استخدامه الضمير أنا ننظر الآن إلى ياسر ماذا يقول ياسر؟ إنه يتحدث عن نفسه ويقول اسمه فيقول أنا ياسر انظروا إلي إنه يشير إلى نفسه يستخدم الضمير أنا ننظر الآن إلى أم فواز إذن لا بد أنها أيضاً ستحاكي ياسر باستخدام الضمير أنا إذن نستخدم الضمير أنا مع أم فواز ومع فواز ومع نورة أصدقاء أصدقاء عندما تتحدثون عن أنفسكم كيف تقولون عن أنفسكم أسماءكم؟ كيف سنستخدم الضمير؟ سنستخدم الضمير أنا فماذا نقول؟ أنا أتحدث عن نفسي فماذا أقول؟ أقول أنا أنا حياة ممتاز وهنا ياسر يقول أنا ياسر إذن أنا الآن حكيت ياسر فقلت أنا حياة إذن ننظر الآن إلى أم فواز كيف ستقول؟ كيف ستحاكي ياسر؟ ماذا تقول؟ أحسنتم يا رائعين ستقول أنا مريم ممتاز إذن هي تتحدث عن نفسها وتقول أنا مريم أيضا ننظر الآن إلى الشخصية التي تليها شخصية فواز إذن فواز سيتحدث الآن عن نفسه ماذا سيقول؟ أحسنتم يا رائعين سيقول أنا أنا فواز ممتاز ونورة ستستخدم الضمير الضمير أنا إذن عندما سنتحدث عن أنفسنا نستخدم الضمير أنا فنقول أنا فعلت كذا أنا اسمي فلان هكذا عندما نتحدث عن أنفسنا باستخدام الضمير أنا نورة الآن ماذا ستقول؟ لتحاكي ياسر رائع ستقول أنا نورة ممتاز بارك الله فيكم انتهى يا أصدقاء درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر